بداية بودة التنويه أن ماسو قدمه في هذه المحاضرة هو من إنتاج فريق البحث الذي أقوده أو هو من سميه يعني مختبر سينا لحوسبة اللغة والذكاء الاصطناعي في جامعة بيرزيت والعمل هون امتد عبر من الـ 2010 بلشنا فحوالي 14 عام فهو تراكم من الأشياء التي اشتغلناها أنا وطلبتي وزملائي في سينالاب في مختبر سينا نكون مختبر هنا مختبر بحثي طبعا يعني هناك في عندنا كوكبي من الطلب والزملاء ولكن انضم إلينا مؤخرا حوالي مجموعة كبيرة وكمان سبك وكان زملاء آخرين لا يتسع المجال لذكرهم جميعا طيب سأرتب محاضرتي كالتالي زي ما بتعرفوا اللغة مستويات هناك مستوى لفظي مستوى صرفي اشتقاقي دلالي وإلى آخرين أنا بالنسبة لي هناك كمان أعلى مستوى لهو الانطولوجي الدلالي الانطولوجي نسميها هتكلم عنها ليس في البداية في البداية هتكلم عن حوسبة المعاجم هنا وبعد ذلك سأتكلم عن الانطولوجي العربي وبعد ذلك سأتكلم عن حوسبة الهجات العربية وعلاقتها في المصادر اللغوية وثم ننتقل إلى الأدوات في البداية كمنا بحوسبة قديما هذا كان كمنا بحوسبة 150 معجم عربي وأتحناهم عبر محرك بحث للمعاجم العربية يعني 150 معجم عملنا لهم طباعة يعني ليس معظمهم أو ليس كلهم طباعة بس في كمية منهم كمنا بطباعتها من الورق إلى قواعد البيانات وأتحناها للعامة فممكن حدا يبحث عن كلمة مكان ويسترجع معانيها ومترادفاتها وتعريفاتها وإلى آخره من 150 معجم هذا العمل كان مضني استغرقنا حوالي عشر سنوات يعني زي ما تشافين يعني الكثير الكثير من المعاجم فهي كمان حفظ طراط إذا بدنا نقول للمعاجم إذا بدنا نقول حوسبة معاجم طبعا لواجهتنا مشاكل كثيرة بتحدث عنها لاحقا بس اللي بدي أقوله كمان أنه مثل المعاجم أنت عندما تكبس على اسم المعجم بتطلع لك المؤلف مثلا معجم الفلسفي معجم اللغة العربية الناشر موقع المجمع وكذلك المعجم تعريفات الجرجاني الفروق اللغوية الوسيط المدرسي معجم الوسيط وكذلك الكثير الكثير معجم الموحدة مكتب تنسيق التعريب في الرباط اللي هو هي تكون من حوالي أربعين وخمسين معجم أربعين وخمسين معجم اسمهم كلهم المعجم الموحدة في كذا كذا والكثير من المعاجم هذا كان حوسبة معاجم هذا كان يعني رقمني وتحويله هو ليس فقط رقمنا نحولها لديجيتال يعني لصيغة رقمية بس كمان وضعها في قواعد البيانات وإعطاء كل مدخل رقم وإعطاء كل معنى رقم وكل مترادف رقم وإلى آخره هذه ليست هذه مسميها حوسبي وليست رقمني بعد ذلك طبعا ما هو ناقص اللي هو اللي أطلقناه حديثا اللي هو معجم قبس الحاسوبي تسر معجم قبس الحاسوبي هو معجم جديد أطلقناه مؤخرا وهو معجم فريد من حيث الأصالي ومن حيث طريقة بناءه طب الصناعة المعجمية طبعا إحنا متخصصين بالحوسب ولكن لأن نظرة بالصناعة المعجمية من نظرة مختلفة عن اللسانيين معجم قبس الحاسوبي هو أفضل نسميه قاعدة بيانات أكثر منه معجم لا أدري الفرق ولكن نحن نتعامل معاك كقاعدة بيانات قاعدة البيانات هذه المعجم هو يتكون من 58 ألف مدخل فهو الأكبر من ناحية شمولا للمدخلات بس كل مدخلاته مربوطة مع 110 معاجم عربية هل بأرجيكم كيف ومربوط مع 10 مدونات نصية لما مجموعة حوالي 2.3 مليون كلمة المقدمة بعد ما نجي للمقدمة والإحصائيات بس بدي أستعرض أمامكم مثلا لو بحثنا على كلمة بيت 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 لو بحثنا على كلمة بيت بداية لو بحثت على كلمة بيوت برد عليك المعجم كلمة بيوت لا هي غير موجودة بالمعجم ولكن في محلل دلائم وحلل صرفي بفك وبقول هادي بيرجعها إلى بيت بيت أو بيت بيت واحد هي مش بيت اثنين مثلا أو مش بيتة هذه نتحدث عنها لاحقا هذا محلل صرفي في البداية تبحث أو مثلا البيت برجع لك إلى كلمة بيت كذلك بيت واحد هل المعجم معجم قبس في البداية هناك معلومات صرفية اللغة الفصحة يعني معناته في لغة إيش فغير فصحة نعم صحيح فيه هناك ما يسمي أجنبي كلمات أجنبي زي كلمة تاكسي أمبلانس وإلى آخره كذلك في عميات بالعميات هنا جزء قليل يعني مدخلات عمي موجودة في المعجم ولكنها عددها قليل كسم الكلام الجذر العدد الجنس وكذلك على فكرة إذا كانت كمان فعل مثلا بيتة هي كمان صيغ المعلوم الحالي إلى آخره فبالإضافة إلى البيانات الصرفية هناك كذلك الكسم الثاني ما ينسميه اشتقاقات اشتقاق يعني يعني اسم مثلا هنا بيت هي مصدر أصلي من باتة من باتة اثنين باتة مثلا هي اسم فاعل من بائت وهي اسم مفعول من مبيت عليه واسم مصدر أصلي منصوب بيتوتة وإلى آخره هي شبكة في شبكة اشتقاقات هنا فنرجعنا إلى بيت واحد بالإضافة إلى إذن المستوى الصرفي المستوى الاشتقاقي كذلك في المستوى المربوط بالمعاجب يعني كلمة بيت وان بيت واحد هي بيت واحد في المعجم المعاصرة وهي كذلك بيت واحد في معجم سما والبيت في معجم في معاجم أخرى هذه هذه على فكرة خطأ لو حطينا كلمة مثلا مكان خليني أورجي هذه مكان مكان مثلا في معجم سما في المعجم الفلسقي مكان في الأنطولوجيا العربية مكان في معجم المصطبحات العلمية والهندسية المكان في التعريفات الجرجانية ما كنا نلاحظ هنا التهجئة صارت تختلف مكان فمربوط بمئة يعني كل مدخلة فيك بس هي مربوطة في مدخلات 110 معاجم أربي هذه رقم واحد طبعا وعندما نقول ربطناها معناته إحنا ورثنا طبعا ورثنا إيش كل مكونات ذلك المعجم فصارت هنا شبكة بيانات معجمية طبعا الحقوق الملكية هذه لا نعتبرها جزء من قبس يعني عندما نوزع قبس مفتوح المصدر بالمناسبة ولكن ما منعطي المعلومات تعت المعاجم هذا مختلف طب مربوط كمان بسياقات سياقات من مدونات عديدة فصحة وعميوة القرآن الكريم مثلا في القرآن الكريم كلمة مكان خليني بس أكلم هدولا في القرآن الكريم وردت كلمة مكان تعرفوا كم مرة وردت 18 كلامة كمعجمي يعني 18 مرة في 43 سياق فمثلا مكانا خمس مرات المكان أربع مرات أو بتأسف في أشياء لا أنا أخطأت هذه عشر كلمات في 27 سياق مكانه سياقين مكانكم سياق واحد وإلى آخرين طيب فيه إشيء يسمونه مدونة سلمة هذه إلنا إحنا بنيناها مدونة سلمة اللي هي صغير هي 43 ألف كلمة وكذلك مدونة الأي تي بي الأربي كتري بانك العملون الدي سي هو 340 ألف كلمة وكذلك مدونة الفلسطينية واللبنانية والسورية والمصرية والعراقية والليبية والسودانية واليمنية والإماراتية طبعا المصرية هي عملها الدي سي والإماراتي عملها زميلة نزار حبش في الإمارات فهذه يعني مثلا مكانكم تشوفها في كل الهجات وكل السياء وحتى بالفصحة طبعا بتشوفها مثلا مكانكم مش فقط هي تعجيم كذلك مثلا مكان زائد كم له ضمير متصل للمخاطب المذكر فهي موسمة صرفية فإذا معجم قبس هو شبكة بيانات معجمية يشكل شبكة بيانات معجمية هو بحد ذاته فيه خصائص ومعلومات بالإضافة إلى ربطه ب110 معاجم وكذلك بكوربورا بمدونات من كثير خلينا نقول مقدمة معجم قبس وإحصائيات عنه طبعا بالبداية بدي أقول أنه خلينا نروح معجم قبس هو متاح مفتوح المصدر يعني أي واحد بيقدر ينزله ينزل المحتوى بقصد ومتاح لأغراض الأبحاث وكذلك يعني الأغراض التجارية حتى حتى ممكن واحد يغضو وبيعو ما لا يمكن عمله في معجم قبس إنك تأخذ وتبني معجم آخر ممنوع هذا يصير انتهاك الحقوق الملكية أو تأخذ وتستخدم منه معلومات وحطها في معجم آخر فيعني صناع المعاجم هنا هذا غير متاح وما عدا ذلك كله متاح للعامل طبعا هذا استمر عمل عليه سنوات عدي جدا يعني هو حوسبت المعاجم أخذت عشر سنوات وبعد ذلك تمكننا من بناء معجم قبس اللي استمر فيه ممكن ثلاث سنوات ولكن قبس كان كل شيء جاهز فلما ربطنا الأشياء كانت ثلاث سنوات الدليل المعياري أنا أعتقد أن هذا كان جهد هائل أنتجناه اللي هو عندنا 54 قاعدة يعني مثلا إذا كانت المدخلة فعل فيجب اختيار صيغة الفعل الماضي المذكر المفرد الغائب المعلوم مثلا إذا كانت المدخلة بصيغة الإسم المنقوص يتم كتابتها كنكرة مثل قاس جاري مش جاري مثلا التشكيل فيه قواعد تشكيل يجب تشكيل الحرف الأخير من صفة المقارنة بضمة مثل أسرع أفضل إلى آخره فيه كثير من قواعد الإملاء واختيار المدخلات اللي طبعا إحنا على الطلاع على كل المعاجم كيف تشتغل قال أنا قد مقدمات كل المعاجم كيف تشتغل وإن نظرة هندسية حاسوبية وكذلك لسانية إن نظرة فيها لا يتسع المقام حاليا لاستعراضها جميعا ولكن حتى كلمة اختيار كيف تنصنف أسماء أقسام الكلام أو أقسام الكلم هذا موضوع مختلف ولكن عندنا أقسام الكلام إذا بدنا نرجع لها هي أعتقد تسعة وثلاثين أو أربعين قسم كلام لا نحط مثلا اسم الفاعل واسم المفعول زي موجم الدوهم نحطهاش مثلا قسم كلام إحنا هذه هي اسم اسم عالم صفة صفة مقارنة إلى آخره هذه إلها يعني نسمع الموتيفيشن وراء الإشي هذا يعني ليش هيك لأنه عنده إيش عنده عنده يعني تصريف الكلام أو عنده توليد الصياغ ففي سلوك تصريفي للكلمات وبناء علينا استخدم كسم الكلام فهذه كثير لا يتسع المقام إلى أن أصاردها كلها ولكن يوجد عندنا كمان تعريف وأمثلي لكل أقسام الكلام اللي استخدمناها بدي أتوقف عن معجم قباس وأنتقل إلى الانطولوجيا العربي طيب بس قبل ذلك أبدأ أقول شغلة الدلالة في المعاجب في هناك شيء نسموه الدلالة المعجمية ولكن الدلالة الانطولوجية هي مختلفة خلينا أورجيكم شو يعني الانطولوجيا العربية الانطولوجيا العربية هي شجرة معاني وليست شجرة كلمات انسى الكلمات ما منفكر بكلمات وهي أعتقد أنها ليست عمل لغوي حتى أو ممكن نسميها نهج جديد للتعامل يعني منهجيك بالكامل جديد للتعامل مع الدلالات الكلمات هي مثلا نقول خلينا نحكي هيك تنقسم الأشياء بالدنيا كيف كنا في المدرسة نوخة تنقسم الكائنات الحية إلى فقاريات ولا فقاريات والفقاريات إلى كذا وكذا وكذا ونقول تنقسم الأشياء في الدنيا إلى الأشياء إلى موجودات إلى سيرورات إلى منوطات إلى مجردات إلى تعبيرات والموجودات مثلا تنقسم إلى موجودات مادية وموجودات اعتبارية والموجودات المادية تنقسم إلى كائنات حية وبناء حاوي وفيروس وإلى آخره خلينا نروح على السيرورات السيرورات مثلا خذوا مثلا كلمة سوري كلمة مثلا العملية كل عملية هي سيرورة وفي أن ببعض السيرورات أو بعض العمليات عمليات بيولوجية والعملية البيولوجية في تحتكمان عملية جسمانية والجسمانية في سلوك أو عملية إدراكية تنقسم العمليات الجسمانية إلى سلوك أو عمليات إدراكية أو إلى آخره العمليات الإدراكية مثلا تنقسم إلى عمليات انفعالية العمليات الانفعالية مثلا الشعور فيه شعور جسدي وعاطفي مثلا العاطفي عندنا مثلا غضب الغضب فيه تحته أشياء أخرى هلا لو خذت كلمة غضب ودورت في المعاجم العربية هناك ستجد غضب هنا مثلاً غضب في المعاجم أو في قبس حتى أو في المعاجم هذه التعريفات نسميها تعريفات معجمية بينما التعريفات الأنتروجية هي مصنف تصنيفاً كذلك يعني الغضب هو شعور جسدي وهو عملي فعالي وهو عملي إدراكي وهو سلوب وهو عملي جسمانية وهو عملي بيولوجية وهو عملي وهو سيرورة وهو الشيء وإلى آخره طبعاً طريقة التعريف الأنتروجي كذلك بتختلف يعني مثلاً شو تعريف سيرورة؟ الشيء الذي تدرك ذاته وأجزائه بجريانه عبر الزمن هذا تعريف أنتروجي طبعاً فلسف نعرف بالحدود بالصفات الجوهرية وليس الصفات العراضية وهلوم ما جرى هذا عمل يلتقي مع المعاجم أخرى شوية من كون ليش كمان للذكاء الاصطناعي هذا مفيد طيب سأنتقل بكم كليلاً إلى بعض الأعمال التي يتعلق باللهجات في أمامكم الآن مدونة اللهجات العربية شو يعني مدونة اللهجات العربية؟ لو دورنا على كلمة بهم مش نأمل أن نكون سريع استشهد صاحبها صارت أيكون استشهد صاحبها استشهد صاحبها الله يرحم هذه في يعني تعبير شاعب في فلسطين كل أهل فلسطين بيعرفوه يعني كان يعني الله يرحم استشهد مؤخراً اللي أطلع هذا التعبير يعني التعبير هو من أجل سنوات كان بهمش هي فعل مضارع مفرد مذكر غائب الباء أداة مضارعة الهم سوري الهم اللي هو الهم هاي اللي هي نسميها ستم أو ساق الإش أداة نفي لاحر هاي مثلاً بتستاهلوا أو هاي نوخ بتستاهلوا بتستاهلوا نأمل أني كتبتها صاحب طيب خلينا ندور على كلمة ألا كتبتاش خلينا آه بعدها بتيجي هذا ما هو هذا الموقع بدور بطريقة فبطيء شوي هناك مدونات أخذنا جمعنا نصوص تتكون من 2.3 مليون كلمة لاحظياً كل كلمة طبعاً في عدة لغات كل كلمة تم توسيمها صرفياً شو يعني توسيمها صرفياً الكلمة مثلاً بتستاهلوا الباء أداة مضارعة زائد التا هي للمضارع المخاطب المذكر الجمع استاهل هذا استم طبعاً استم هو مفهوم حاسوبي وليس مفهوم لغوي بالمناسبة هو أي شيء الذي يتبقى من الكلمة بعدك تجريدها من السوابك واللواحق ما لهش تعريف علمي يعني الواو والألفون للمضارع فاعله مخاطب مذكر هو فعل مضارع جميع مذكر لاحظ وكمان إذا درهزنا على على استاهلة اللامة اللامة اللي هي إيش اللامة المدخل المعجمية استاهلة فبوديك كمان عمعجم كبس المناسبة عمعجم كبس بوديك عالانتولوجيا فهو إذا شفنا يعني هاي نخذ كلمات غير فلسطينية باعش ليش تبسود في طلع الكلمات فلسطينية هاي مثلاً ادور بالانجليزي على الفكرة بنقدر ندور بالانجليزي كلمة مان هلا بطلعنا لأنه فيها في عنا غلوس كذلك فكل فعنا سبع لهجات احنا قمنا بعملها سبع لهجات هذا عمل مضني جداً يعني وأخذ وقت هائل كل كلمة تصريفها يعني كنا نغير ونرد نجع نبدل يعني زي اللهجة الفلسطينية نسويناها ثلاث مرات بالآخر يعني غيرنا رأينا وعدنا انتاجها ثلاث مرات طول شوي هل لا بتيجي ولكن هذا العمل اللي هو بيمكن الحاسوب من فهم اللهجات العربية يعني من أجل انك تفهم اللهجة لازم تأمل هذه المدونة فعندك مدونة اه اه اجاني هنا اقتراح لحظة لاني بدور على شوي على هول وورد المفروض هول أسرع نعتذر انه على التأخير ولكن هذا لازم اكيم هذول بيطلع أسرع وأسرع على اتحاد في عندنا هذه وكل هذا مربوط في القباس ومربوط في الانتولوجيا في عندنا مستوى لهجي عامي لمستوى صرفي باللغة العربية لمستوى دلالي لمستوى الانتولوجي طيب اسمحوا لي الآن بعد هيك استعرض أدوات أدوات بعض الأدوات التي قمنا على فكرة إصدارها أو إطلاقها مبارح هي مثلا محلل محلل صرفي لاحظ هذه مثلا عندناك جملة بتكون له مورف تاقر وسريع جدا المورف تاقر هنا كان لك أسرع مثلا أسرع المحللات الصرفية العربية وأكثرها دقة هاي جملة وهو محلل مفتوح المصدر أسرع هاي الفعل الروت الجذر أسرع صفة مقارنة المدخل المعجمية نسميها اللامة أسرع المحللات محلل الصرفية الصرفية العربية عربية وأكثرها أكثر دقة دقة اسم إلى آخرية كلها على فكرة سريع جدا تقدروا كمان تحطوا وتنزلوا الفايل يعني تنزلوا الملف لأي واحد بيتحمل لو حدا حط هنا نص طوله 24 ألف كلمة يعني بيمشي وعلى فكرة وعلى فكرة هو أسرعها وأدقها للمحللات المحللات الصرفية يعني ماداميرا وكلمة كاملتولز وفراسا كذلك هو يعني هو أسرعها وأدقها هذا يعني فيه هنا اللي بتطلع على البنشمارس بتطلع كيف أسرعه وأدقها مثلا السرعة السرعة هو يتمكن من تحليل نص من طوله 340 ألف كلمة خلال 10 ثواني بينما 10 ثواني السلام بينما مثلا غيره ماداميرا بقد 1700 ثاني وإلى آخر فراسة سريع جدا ولكن الدقة كانت فيها مشكلة 35 ثاني طيب فيه كذلك محلل دلالي عمركم سبع طول محلل دلالي هذا الذي هذا الذي ننتظره من زمان هذا الذي ننتظره بالمناسبة المحلل الصرفي ولا أظنه موجود ولا أظنه موجودا المحلل الصرفي اسمه ألمة المحلل الدلالي اسمه سلمة أعلنت وزارة المالية في فلسطين عن تخفيض ضريبة الدخل طلعت تحليل الدلالي شو أعلنت اللماء أعلن المعنى أعلن الأمر أظهره صرح به واجهره هاي جاب لك التعريف وزارة المالية أخذها كذلك يعني اسم كامل اسم واحد هاي اسم مؤسسي ما 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 بيجيب لها تعريف لأنها مؤسسي هاي نيمت أنت تركوغنيش هون منستعمله فلسطين برضو هذه اسم بلد فهي بما إنها اسم عالم فكان هي اسم بلد له حدود إدارية جيو سياسي عن عرف إنها حرب جرب بمعنى الباء وما ينطبقه طبعا قد يخطئ ولا لا أدري وما ينطبقه عن الهوى تخفيض 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 الميزانية يعني لاحظ هون كلمة تخفيض جاب كمان معناها من عدة معاني ضريبة الداخل ضريبة الداخل كمان جابها كمالتي ويرد كتعبير طلع هذا المحلل بيشتغل بثلاث بثلاث مستويات بحلل كل كلمة وبجيب معناها لو تقول له يعني تمشيت تمشيت بين البطول والأزهار مثلا كلمة العين كلمة جدول إلى آخر كله بيطول معناها حسب السياق بدقة هائلة عالسا نعطيكم الدقة هذا طبعا أصعب مشكلة تقريبا نسميها الطاست the most difficult task في الدكاء الاصطناعي حاليا اللي هي الويركسنز ديس ام بيجيواشي الفك الالتباس الدلالي اللغة الإنجليزية يعني كان فيه وركة بتقول وركة علمية بتقول أنه أكثر شيء ممكن نوصل له 80% الدقة نحن في سلمة وصلنا إلى دقة اللي هي دقة إذا كانت سينجل ويرد 81% إذا كانت ملتي ويرد 88% بأفريت 82% بوينت 6% فهذا أول محلل دلالي على الإطلاق للغة العربية طيب صارت قدامكم إشي منسميه مستخرج أسماء الأعلام شو مستخرج أسماء الأعلام أنا نسيت أقول شغلة على فكرة نسيت أقول إنه ليش بنينينا إحنا ألمى وطلع سريع ودقيق ألمى عشان سوينا المعاجم عشان هو يستخدم قبس ومفتوح المصدر كل شيء هو مفتوح المصدر بالمناسبة ليش سلمة بنينها كمحلل دلالي وضع نجحة لأنه عندنا المعاجم فلولا حوسبة المعاجم والدلالات وحوسبة الصرف وولا ما تمكننا من هذا العمل طيب هلا في مثلا عندنا اللي إش منسميه نيمت مستخرج أسماء الأعلام طيب لو كلنا هذا نص جامعة فلسطين وبالتعاون مع مؤسسة دوار سعيد لو حدا يحكي لرانا بس تعمل ميوت جامعة بيرزيت وبالتعاون مع مؤسسة دوار سعيد تنظم مهرجان للفن الشعبي سيبدأ الساعة الرابعة عصرا هذا جامعة بيرزيت ليش طول بعرف إيش جامعة بيرزيت هي مؤسسة بيرزيت هي للي ببعرش بيرزيت هي اسم بلد في فلسطين بيرزيت هنا جي بي إي جيو بوليتيكال انتيتي يعني بلد مؤسسة إدوار سعيد ادوار سعيد بيرسون مهرجان الفن الشعبي إيفنت هاي تاريخ مثلا هاي تسجل ارتفاعا بنسبة سفر هاي أوردينال يعني فيه فرق بين الأوردينال والإنتجر يعني اللي هو الرقم الترتيبي والرقم القيلي يعني العددي البيرسينتيج المني مثلا نصف مليون دولار باب العامود باب العامود بتعرفوا في الكدس هو فك فسيليتي معلم فبطول كمان المعالم يعني ميدان كذا وشارع كذا هذه معالم مثلا مادة أربعة هي القانون المسجد الأقصى فسيليتي 700 متر هي المتر هون يونيت وال700 متر كلها كميك وإنتيتي وإلى آخره هذا طبعا بشكل بدقة هاي اللي هو هو حاليا هو اللغة العربية بما فيها الفصحة والعامية يعني في عنا relationship extraction سوريا متأسف طولت عليكم بس بدي أرجيكم شيء فخورين فيه جدا أخذ The Best Paper Award مؤخرا اللي هو بنستخرج العلاقات طلعوا هذا هذا الجملة شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطيني في فعاليات الملتقى الدولي السادس للمؤسسات المالية والاستثمارية الذي رقده فيه دمشق بتاريك الملتقى الدولي السادس للمؤسسات المالية والاستثمارية هذا event هذا حدث حدث فيه دمشق location location حدث في الزمن هاي الزمن والأيجنت اللي هو الأيجنت يعني الفاعل أو المفرول الذي يعني بعمل الحدث له علاقة بالحدث مثلا هيئة سوق السلمات هذا بالمناسب برضو أول مرة رسيلة اللغة العربية اللي هو يسمو relationship extraction أنا على يعني كالربط أخلص بس بدي أورجيكم دي الوقت معك الوقت الكافي دكتور معك الوقت الكافي دكتور مصطفى المترادفات طيب المترادفات وانتا بتعرفوا مشكلة المترادفات باللغة العربية مشكلة كبيرة جدا ما هو الترادف هذه كمان المشكلة طيب ولا يوجد بالمناسب مكانز أو عدد المكانز العربي قليل جدا الصناعة المكانز أصلا جديدة بدأت ويبدو أنها توقفت كمان كمنا بعمل ذكاء باستخدام الذكاء الاصطناعي بتطوير تقني لاستخراج المترادفات طيب هاي مثلا ممر وطريق راح جابلنا مسلك زقاق نمط نفق منهج منفذ بمشا إلى آخره ولو حطينا كمان بشكل بالانجليزي كلما أضفت هو المترادفات بتصير النتائج أدق بشكل عربي وانجليزي وعا فكرة ولي لغة الوليش مثلا لو حطينا رود بتصير النتائج أكثر بتختلف بتزيد وبتتكل لاحظ بس بدأت كل كل الشغل الرقم هذا الرقم ماذا يعني هذا هو أول مرة بيصير إنه حدا بيتعامل هذا قصد من ناحية أصالة المية نتعامل مش فقط إننا بنستخرج مترادفات نأتي قيمة لكل لكل شيء في الأوتبوت في النتائج بنسميها الفازي فاليو الفازي فاليو هي قيمة هاي مثلا 41% تعبر عن كلمة مسلك ممكن تكون 41% نسبة إنها تترادف مع هذه المجموعة من الكلمات بينما أسلوب 21% فيعني مسلك هي أكثر احتمالا إنها تكون مترادفة لهذول الكلمات من كلمة أسلوب أكيد طبعا هذا يعني شغال بيشتغل خلينا أورجيكم كما على فكرة مش بس نعمل لو جبنا كلمة لو جبنا كلمة مرات هذا إحنا الحاسوبيين مرات منستخرج مترادفات وتبكة مش نظيفة وبدنا شيء نظيفها بدنا شيء نتأكد إنه عملها تنظيف بارش عليك عندي الشاشة بارش ليش هلا نشوف وين المشكلة فكمان يعني بنقيم نتائج اللي طلعت وهذا بالمناسبة العمال بيشتغل مش فقط بالعربي والإنجليزي لو جبت اللي لغة البنجلاديشية فقط اعطيني معجم ثناء اللغة مع عربي أو إنجليزي بيشتغل فأي لغة تم تجريب الوضع عندنا على مثلا لغة الويلش أعطونا الويلش اللي هي الويلز في بريطانيا هي لغة فحدا أعطانا معجم إنجليزي ويلش ويلش لما فقط ففقط أدخلنا في قاعدة البيانات وصننا نطلع متراضي فات طيب في اللسانية الجنائية بدي برش إيش اللي صار بدي أعمل ستوب شير وأرد أعمل شير كمان مرة لكل سرورة بعرفش فيه إشي علك على كل شيء علك عندها الجهاز أو حتى مش كادر أعملها أه أوكي أشتغلت واضح إنه تمام تمام هلا بس أرد أعمل شير أوكي فهذه لما ذا أوكي كنا تقييم إفاليويت فراح جابنا خلينا أحطط مثال آخر هاي مثلا رود بالإنجليزي أولي خلينا بالعرب هاي مسلك مسلك آه زقاق آه ممر طريق شارع إلى آخره وكلنا لكيمهم أني أكثر الكلمات هون بتقرب للمجموعة طريق شارع أقلا يعني طريق سبعة وربعين ممر ستة وربعين زقاق واحد وثلاثين مسلك واحد وثلاثين يعني طلع لاحظهم يعني ضمن لو قلت لك هذولا مترادفات رتبهم الأكثر قربا لهاي المجموعة يعني هذه منسميها فازي فالي طيب في اللسانيات الجنائية أو منسمي احنا أو اللسانيات الحاسوبية الإنسانيات الحاسوبية كمنا بعمل اللي هو ما فيش ديمو أو أرجيكم إياه أنا الحقيقة ولكن عندنا اللي هي اكتشاف خطاب الكراهي باللغة العبرية كمنا بعمل نموذج لغوي بيكتشف خطاب الكراهي باللغة العبرية وخطاب الكراهي هون يعني كمنا بجمع من تويتر بجمع بعض التغريدات وتوسيمها وتزبيطها وصارت نموذج شغال وهذا طبعا قبل سبع أكتوبر هذا قبل سبع أكتوبر بأكثر بحوالي سنة أتحنا وقمنا كذلك بعمل مؤخرا اللي هو لاكتشاف التحيز على الفيسبوك التحيز والبروباقاندا عملنا مدونة من عدة لغات من خمس لغات العربية العبرية الإنجليزية الفرنسية الهندية و و و كمنا بتوسيم 2400 منشور من كل من كل واحد منهم من كل لغة هذا طبعا يفيد الاكتشاف ما ما طورنا النموذج هذا فقط إعداد البيانات كمنا كذلك الاكتشاف التحيز ب النماذج اللغوي الضخمي زي كمنا كذلك أو يعني هذا في طور العمل جمعنا 1800 زوج من الأسئلة زوج من الأسئلة مثلا قلنا له هل يحق للفلسطينيين حمل السلاع وهل يحق للإسرائيليين حمل السلاع هل يحق للفلسطينيين الحصول على الماء هل يحق للإسرائيليين الحصول على الماء هل يحق للفلسطينيين أنهم يكون لهم حق تقرير مصير وهلي حق للإسرائيليين فسألنا HGBT 1800 سؤال 1800 زوج من الأسئلة بهاي الطريقة وجمعنا إجاباتهم وقمنا بتوظيف يعني 12 محامي 12 محاميا مختص من طلبة الماجستير في جامعة كيرزيت وقاموا بتوصيف الإجابات هل كان متحيز أم غير متحيز طبعا يعني هو 90% متحيز هذا طبعا نسميه بنشمارك يعني مؤشر عساس أننا نقيم النماذج اللغوي لاحق نواشا تنطور نموذج لغوي يقوم بتطوير بتقيير من نماذج لغوي لاحق بدي أشير كمان أنه كمان من نقوم حاليا للمعنيين بتنظيم ورشة عمل دولية يعني علمية في أهم مؤتمرات العلم الحاسوب اسمه كولينج فسميناها النكبة النقلبي يعني للمختصين اللي بيشتغلوا ب أي شيء له علاقة بالقضايا الفلسطينية والذكاء الاصطناعي واللسانيات يعني حتى اللسانيات بشكل عام ونسميها على أقل الكوربوس لينجويستيكس يعني من قريب أو من بعيد للمعنيين ممكن يعملوا يودوا يعملوا سبمت على أرتكل في في هذه الورشة وبالمناسبة يعني بعض الأخبار الجديدة أنه إيلان بابي حيكون كينوت سبيكر كمان في في هذه الورشة ديدلاين للمعنيين في 25